اخر التدريبات اخر الاستعدادات اللي لاحظتوا النهاردة في المران وكمان تطمين على حالة اللعيبة سمعنا ان كان فيه صابة الوليد سليمان رمضان صبح وحالة جاهزيته وشفاءه وجاهزيته ايضا لمباراة يوم السبت ان شاء الله بالتأكيد طبعا زميني حمد يعني التدريبات النهاردة كالعادة كالعادة تدريبات النادي الاهلي الجدية والحماس والقوة التركيز الكبير النهاردة بحضر الكابت المحمود الخطيب في البداية على طول مباشرة قبل انطلاق المران اجتمع باللاعبين الحديث كلها محمد طبعا كابتا محمود الخطيب برئيس مجمس الادارة لابد من التركيز الكبير في هذه المباراة الموضوع مشطار ورد اعتبار على قد ما هو موضوع من شرط اول في مصر وشرط اول في بريتوريا ويمكن ده الكلام اللي في ذهن كل العادة للنادي الاهلي النهاردة يمكن الكلامات كان بسيط جدا كابتا محمود الخطيب وغادر مباشرة نعم طبعا تابع بجزء كبير جدا من تدريب اليوم نهاردة طبعا كل التدريب كان في جدية نهاردة محمود تدريب كان مغلق اعلاميا الكلعادة طبعا مستانية مدر في التوقيتات اللي بيختار فيها نكون تدريبات مغلقة اعلاميا بيتم قلق الملعب تماما النهاردة كان الموضوع صعب شواء ان احنا نقدر نشوف في أخراج تدريبية نشوف في تدريبات بشكل كبير لكن نهاردة كان الكلعادة جزء بدني كان فيه جزء خطط كبير جدا والتأسيمة كمان يا حمد النهاردة اللي كانت فيها جدية وحماسه اثرت بشكل كبير النهاردة على بعض اللي اجمله ووليد سليمان اللي حماس الكبير مع محمود وحيد ايها مش اصابة لك على القدمها اشتراك بس بينهم من بعض النهاردة في التدريب لكن ووليد سليمان جاهز منهزة مية في المية لهذه المباراة ممكن بعض الاخبار الساعات الماضية بالتحديد قالت ان ووليد سليمان عنده اصابة وممكن يكون في اختبار تبليغات لها اكد لك حمد ووليد سليم مية في المية ان شاء الله يكون متواجد في مباراة السبت بإذن الله رمضان الصبح يمكن طبعا زي ما بنقول رمضان ما شاركش التدريب الامس ومشاركش ايضا كمان نهاردة التدريب بالكامل من الواضح ايضا رمضان يتحفز بشكل كبير جدا عنه لنهاء فترة التهيلي رمضان خلص المراحل النهائية محمد هي طبعا بتكون رأي فنية وتباية في نفس الوقت لكن رمضان قادر اقول لك ان هو بيخش تدريجي في بعض التدريبات للقرة في بعض التدريبات للجامعية لكن حتى التاني ان يكون رمضان الصبحي غير جاهز او كده من ايضاش طبعا احنا نقع لان كده لما نشوف رمضان بكرة ونشوفه كمان يوم الجمعة ايه الامور مع رمضان ممكن يكون متواجد او ايه متواجد لكن رمضان في المراحل النهائية في قل التاهيل وفي التعافي من الاصابة التأم تم بشكل كبير جدا لك انا انت عارف لابد يكون في بيشارك تدريبات دمائية في اشتراكات في شوتنج حالك كتير كده مع الاساس يكون دول اخبر بالتأكيد مع مستر ريني بايلر بجانب بكل الامور دي لقدر اقول لك اللعيب النهاردة كانت في حالة تركيز كبيرة جدا نفازل تذاكر افحمد زي ما قلنا يمكن ده مش غريب على نادي الاهل ان احنا نشوف نفازل تذاكر قبل 72 ساعة وقول ده كده ممكن لو في 300.000 فكرة جمهور النادي الاهل يكون في المعاد وفي المكان ان شاء الله وهو ده بإذن الله بنراهن عليه بشكل كبير جدا على هامش المران كمان النهاردة يمكن كان في احتفال بسيط كده بمحسن لعيد ميلاده طبعا يعني حاجة بسيطة جدا كانت من لعيبة بجيت بضمن التركيز الكبير اللي موجود انت عارف الآية النادي الاهل المرحلة اللي جاية مرحلة مهمة جدا وزي مرحلة عمد واشورت اول هنا في مصر واشورت تاني في بيرتية ان شاء الله بإذن الله لعرفتنا تكون في المعاد الجمهوري ان شاء الله يكون متواجد كان عادة الهتاف التشجيع نادي الاهل فقط لغير مش عادي الاهل امور تعكر صافة هذه المغرأة وان شاء الله بإذن الله ربنا يقصر على اللعيبة ورحمة مستر رينيف ويلر في اختيار تشكيل الأمثل وخلاص بقى لغاية يوم من الجمعة بإذن الله يكون اخر تدريب وفي اصلا نادي الاهل ما يبقاش في اي اصابات ان شاء الله لعبة النادي الاهل بإذن الله طيب جلسة الكابتن محمود الخطيب مع اللاعبين استمرت يعني مساحة من الوقت ولا كانت جلسة في الملعب في ارضية ملعب التش يمكن طبعا حمد البداية خلاص بداية المرام كانت بصول تواجدنا للعابة النادي الاهل كانت في ارضية ملعب التش يعني ممكن اجتمع ديهم في ارض الملعب كان معاهم بشكل كبير جدا عن اهمية المغرأة وعامية السعب بمور النادي الاهل والاستمرار في سلسلة الانتصارات وعيدا كمان البطولة الافريقية اللي غيرها بشكل كبير جدا قال لهم لابد يكون التركيز فقط لغير فيها دي المغرأة مش عادي نجرى الانفسنا بايش ايه اتكلم كمان مستر نيبايلر اتكلم كابتن سبيل عبدالحطيس عاقب انتها الكابتن محمود الخطيب بالحديث ومعان اللاعبين اقدر اقولك يعني من ثلاث لأربعة ده يا كده محمد انت اتفكرة تنجوه برسالة بسيطة جدا للعابة النادي الاهل حضوره الواحد رسالة كمان حديثه ببقى يكون رسالة اكبر وده اللي بقى اكد لك قال ان هو واصل للعيبة وواصل لكل الجهاز الفني للنادي الاهل على اهمية هذه المغرأة مغرأة تقبلك اسمها على اثنين محتاجة بس ان احنا نركز بشكل كبير ان انت عارف محمد رسالة واصلة بدري وعندها تدريب يوم واثنين وثلاثة وعايز اتعيش الاجواء بشكل كبير جدا في مصر فاكيد هم مركزين لكن ان شاء الله يكون تركيزنا اكبر بإذن الله في برنامج بدني بالفعل محدد لقهربة وياسر ابراهيم وجونير اجيه ولا الفريب الكامل بينفس برنامج واحد يمكن طبعا عشان غياب اجيب التحديد وياسر ابراهيم مقربة عن التدريبات الاخيرة او حمل التدريب بالنسبة للمباراة خير المباراة الزمانيك اوه ينقدرون في برنامج مخصص بسيطة ليهم للرفع طبعا معدلات اللاقة البدنية ليهم ووضعهم ايضا في جهازية تم لان مشاركتهم ان شاء الله في البطولة الأكريقية وفي مباراة فاندونز بالتحديد رؤية مستر ريني فايلر اكيد هي اللي هتحت بها دا الأمر لكن بأكد لك محمد نقدرون مش برنامج على الدمون رفع شوية من التدريبات يعني في تزويت كده شوية بعد التدريب او قبل التدريب لكن الكل الكل بياخد جرعة تدريبية واحدة باستثناء طبعا عجائي وياسر وقربة اللي كانت زيادة شوية في تدريب الامس والنهاردة شاركوا بالكامل في تدريب اليوم النهاردة اللي نحن نرضى تدريبا 60 ديئة او اكدر ب60 ديئة كمان بكرة في مؤتمر صحفي لريني فايلر الساعة 6 الاربع في قاعة المؤتمرات في استاد القاهرة هل التمرين هيكون في استاد القاهرة ولا التمرين هيكون في ملعب التتش وهل تم التنصيق لفريسان داونز ان يكون ليه تدريب على استاد القاهرة بكرة بالكتير قبل طبعا مباراة مسبت تدريب مدن الآلة يا حامر غدا يكون 11 صباحا على ملعب مكتر التتش ما انت اكدت وقلت يكون المؤتمر الصحفي ثقاءات المؤتمر بستاد القاهرة بحضور مستر ريني فايلر لكن هو تدريب فريق النادي الآلة يكون 11 صباحا غدا على استاد مكتر التتش يمكن نادي سانداونز يعني يوم الاربع اللي هو النهاردة كان مقهود بسبع مساء تدريبه على بيتل سبورت بكرة يا حامر هكون تدريبه على استاد القاهرة يوم الخميس الجمعة هيرجع تاني لستاد بيتل سبورت نظرا طبعا مشغول انت عارفه بتأمين كمان هيكون لان يكون بيستلم الملعب قبل المباراة 24 ساعة فاكيد ترحلهم الاستاد بيتل سبورت يوم الجمعة من المعتاد ان اليوم اللي بيكون قبل المباراة بيكون على الملعب لكن طبقا للظروف والتمثيق اللي تم اختار به المسؤول طبعا عامهم او اكيد عائدنا كمان دي سانداونز فتمت المواقع على كده بكرة الخميس تدريب على استاد القاهرة ولكن يوم الجمعة الذي يصبخ المباراة بيوم يرجع تاني الاستاد بيتل سبورت زميل العزيزة كريم احمد بشكرك شكرا جزيلا وعايز اكمل معاكم بنفس الصورة لدعمكم على الشاشة كابتن محمول